مرحبا بكم في قناة اللسان الإنجليزي هذا هو الدرس الثاني في شرح الهجرة إلى كندا في الدرس الأول قمنا بشرح عام لتفاصيل العامة لموقع الهجرة واليوم سوف نشرح Express Entry وهي الهجرة إلى كندا عبر Express Entry هي أسهل طريقة بالنسبة للعرب وسكان شمال أفريقيا لهجرة إلى كندا إذن سندخل إلى Determine your eligibility Express Entry وسندخل إلى How Express Entry Works كيف يعمل Express Entry الآن سوف نقوم بالشرح هذه الصفحة كاملا والتي تحتوي على بعض المعلومات العامة للهجرة إلى كندا وفي درس آخر سنقوم بالدخول في التفاصيل How Express Entry Works كيف يعمل Express Entry Express Entry هو الدخول السريع Is your Express Entry profile about to expire? Express Entry profiles are valid for one year See how you can recreate a profile Once yours has expired لا تهمنا هذه الفقرة فهي فقط هم الأشخاص الذين سبق لهم التسجيل في Express Entry ويتقول بأنه إذا انتهت صلاحية الملف الذي أدخلته لإكسبرس انتري سابقا يمكنك إعادة إدخال ملف آخر أو ملء ملف آخر Express Entry is used to manage applications for permanent residents under these federal economic immigration programs Express Entry is used to manage applications Express Entry يستخدم لإدارة الطلبات أو لمعالجة الطلبات manage applications معالجة الطلبات for permanent residents لإقامة الدائمة permanent residents إقامة دائمة under these federal economic immigration programs وفقا لبرامج الهجر الاقتصادية الفيدرالية التالية under هنا تأني وفق أو ضمن under these federal economic immigration programs يعني برامج الهجرة الاقتصادية الفيدرالية فيدرال يعني اتحادية the federal skilled worker program برنامج العامل الماهر الفيدرالي أو برنامج العمال المهرة الفيدرالي the federal skilled trades program برنامج الحرف التي تتطلب مهارة الفيدرالية أو الحرف الحرف الفيدرالية التي تتطلب مهارة عفواً هو برنامج فيدرالي يعني البرنامج الفيدرالي للحرف التي تتطلب مهارة skilled trades حلف تتطلب مهارة skilled trades and the Canadian experience class صنف أو فئة الخبرة الكندية أو التجربة الكندية إذن هذه هي الأصناف الثلاثة للهجرة إلى كندا التي يمكنك من خلالها أن تهاجر إلى كندا سوف نشرح في درس لاحق ما هي المتطلبات والمعايير التي سيمكنهم أن يختارك عبرها أما في هذا الدرس سوف نتحدث فقط عن العموميات عموميات هذه البرامج Provinces and territories can also recruit candidates from the express entry system through their provincial nominee programs to meet local labor market needs Provinces and territories المحافظات والأقاليم can also recruit candidates يمكنها كذلك توظيف مرشحين from the express entry system through their provincial nominee programs يمكن كذلك توظيف مرشحين عبر نظام express entry لبرامجها برامج المرشح الإقليمية provincial لكي يوفو بحاجيات سوق الشغل المهلي يعني الأقاليم والمحافظات الكندية لديها كذلك برنامج يسمى provincial nominee programs أو provincial nominee program يمكنك تخول إلى موقع أي إقليم أو محافظة كندية وستجد وظائف والوظائف التي يقومون بتوظيف لها ويمكنك أن تدفع لهذا البرنامج عبر express entry to meet local labor market needs للاستفاء بحاجيات سوق الشغل المحلي needs يعني حاجيات labor market سوق الشغل to meet للاستفاء أو ليوفو to meet needs ليوفو بحاجيات local labor market سوق الشغل المحلي ministerial instructions set out the rules for governing the express entry application management system تعليمات وزارية تحدد قوانين ضبط نظام معالجة طلبات express entry ministerial instructions ministerial instructions تعليمات وزارية set out the rules set out the rules set out the rules to hadd qawaneen to hadd al qawaneen for governing for governing لضبط for governing لضبط أو لحكم the express entry application management system application management system system نظام معالجة الطلبات application management معالجة الطلب أو الطلبات application management the express entry application management system نظام معالجة طلبات الدخول السريع أو طلبات express entry the express entry system has two steps نظام express entry لديه إجراءان أو يحتوي على خطوتين has two steps فيه خطوتين أو إجراءين أو يحتوي على خطوتين step one potential candidates complete an online express entry profile يعني أنت تحتاج إلى القيام بخطوتين لكي تقدم طلبك للهجرة إلى كندا عبر express entry الخطوة الأولى هي ملء ملف شخصي عبر الأنترنت potential candidates complete an online express entry profile potential candidates potential candidates مرشحون محتملين المرشحين المحتملين complete an online express entry profile complete an online express entry profile profile ملف شخصي complete يعني يملأ يملأ ليس يكمل لكن يملأ يملأون ملفا شخصيا عبر الأنترنت للإكسبرس إنترنت أو يملأون ملف express entry عبر الأنترنت potential candidates will complete an online express entry profile المرشحين المحتملين سوف يملأون ملفا شخصيا لإكسبرس إنترنت على الأنترنت this is a secure form that they will use to provide information about their skills work experience language ability education and other details that will help us assist them this is a secure form this is a secure form this is a secure form هذه استمارة مؤمنة secure مؤمنة form يعني استمارة أورا قد قم بملئها that they will use التي سيستخدمونها that they will use التي سيستخدمونها to provide information to provide information about ليقدموا معلومات عن their skills مهاراتهم skills مهارات work experience work experience تجربات أو خبرة في العمل work experience خبرة في العمل language ability الكفاءة اللغوية أو القدرة اللغوية language ability ability قدرة كفاءة language ability قدرة لغوية education التعليم education and other details that will help us assess them other details يعني التفاصيل أخرى التي ستساعدنا على تقييمهم أو ستساعد وزارة الهجرة على تقييمهم other details تفاصيل أخرى that will help us التي ستساعدنا assess them تقييمهم assess them those who meet the criteria of one of the federal immigration programs listed above will be accepted into a pool of candidates those who meet the criteria يعني هؤلاء الذين يستوفون بالمعايير أو بمعايير أحد برامج الهجرة الفيدرالية المذكورة أعلى سوف يتم قبولهم في مجموعة من المرشحين those who meet the criteria هؤلاء الذين يستوفون بالسرط أو بالمعايير criteria criteria معايير of one of the federal immigration programs of one of the federal immigration programs لأحد البرامج الهجرة الفيدرالية listed above listed above يعني المذكورة أعلى أو المذكورة على شكل لائحة أعلى listed above مذكورة أعلى above will be accepted سيتم قبولهم will be accepted will be accepted into a pool of candidates into a pool of candidates في مجموعة من المرشحين anyone who does not already have a job offer supported by a labor market impact assessment LMIA if you need one or a nomination from a province or territory must register with Employment and Social Development Canada's ESDC a job bank a job bank will help connect express entry candidates with eligible employers in Canada anyone who does not already have a job offer يعني أي شخص ليس لديه في ذلك الحين عرض عمل مدعوما من طرف labor market impact assessment أو مثلا بتقييم تأثير سوق الشغل أو ليس لديه ترشيح من أحد محافظات أو أقاليم كندا يجب عليه أن يتسجل في موقع job bank يعني bank الوظائف الخاص بوزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية لكندا job bank will help connect express entry candidates with eligible employers job bank هو موقع الوظائف الكندية سوف يقوم بمساعدة المرشحين مرشحي express entry للاتصال أو سوف يربطوا اتصالهم مع المشغلين في كندا سوف يساعدك على الاتصال بمشغلين في كندا job bank هو أفضل موقع للحصول على عمل في كندا anyone who does not already have a job offer job offer هو عرض عمل job offer job offer أي شخص ليس لديه عرض عمل في ذلك الحين already يعني في ذلك الحين عند قبوله في قبوله في pool of candidates وليس لديه عرض عمل وهذا العمل يجب أن يكون supported by labor market impact assessment مدعوما من طرف supported by supported by supported by مدعوما من طرف labor market impact assessment assessment يعني تقييم assessment assessment تقييم impact تأثير impact تأثير labor market سوق الشغل labor market سوق العمل أو سوق الشغل labor market labor market impact assessment تقييم تأثير سوق الشغل وهو تقييم الذي تقوم به وزارة لكي تحدد ما إذا كانت تلك الوظيفة فيها خصاص يعني في هناك خصاص في الأشخاص الذين يقومون بها في كندا أو لا كان هناك العديد من الأشخاص العاطلين في في تلك الوظيفة فلا يمكنهم قبولك مثلا كانت هناك وظيفة في كندا خاصة مثلا نقول عامل في مجال الكهرباء وهناك الآلاف من الأشخاص في كندا يمكنهم القيام بذلك العمل فلا يمكنك أن تهاج إلى كندا على أساس تلك الوظيفة يجب أن تبحث على وظيفة فيها خصاص في كندا إن كنت تحتاج إلى واحد يعني إلى هذا التقييم يجب عليهم يعني هؤلاء الذين لا يمتلكون job offer أو nomination أن يتسجلوا في موقع job bank job bank job bank يعني بنك الوظائف هو موقع مشهور must register must register يجب أن يتسجلوا must register with employment and social development canadas employment and social development canadas اختصارها هي esds هو موقع الهجرة عفوا موقع التشغيل والتنمية الاجتماعية employment تشغيل employment تشغيل social development تنمية اجتماعية social development تنمية اجتماعية canadas يعني خاص بكندا هذا هو الموقع الخاص بعد الوزارة employment and social development canadas job bank will help connect express entry candidates with eligible employers in canada job bank will help job bank سيساعد connect express entry candidates على ربط اتصال مرشحي express entry with eligible employers in canada مع المشغلين المؤهلين في canada eligible 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 وتعني مؤهل eligible employer 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 تعني مشغل و employee هو الشخص الذي يعمل العامل employer مشغل candidates are also encouraged to promote themselves to employers in other ways such as using job boards recruiters etc المرشحين يتم تشجيعهم كذلك على الترويج لأنفسهم للمشغلين بالطرق أخرى مثل استخدام لوحات الإعلانية للوظائف والشركات التشغيل candidates المرشحين are also encouraged encouraged مشجعون encouraged are also encouraged هم مشجعون كذلك to promote themselves to promote themselves على ترويج لأنفسهم to employers للمشغلين in other ways بطرق أخرى in other ways in other ways بطرق أخرى such as using مثل استخدام such as using مثل استخدام job boards لوحات الإعلانية للتوظيف أو لوحات الوظائف الإعلانية لأن boards تعني لوحات إعلانية boards boards أو recruiters recruiters المشغلين أو شركات التشغيل recruiters شركات التشغيل يعني يمكنك كذلك أن تجد الوظائف في كندا بطرق أخرى وذلك بالتعريف بنفسك للمشغلين عبر استخدام شركات التوظيف أو لوحات الإعلانية for a job offered to be valid in express entry and receive points employers employers will need an LMIA from ESDC the LMIA process ensures employers have made an effort to hire Canadians and permanent residents for available jobs there will be no LMIA fee for permanent resident applications for a job offer to be valid يعني لكي يكون عرض العمل صالحاً أو يخوي لك الدخول إلى express entry والحصول على النقاط يجب أن يكون المشغلون أو المشغل الذي سيشغلك أن يكون لديه تقييم من وزارة الشغل لابد من وزارة الشغل أن توافق على ذلك العرض لأن ذلك التقييم يضمن أن المشغلين قاموا بجهد كبير وقاموا بجهد لتشغيل الكنديين أو المقيمين دائمين في كندا أولاً يعني قاموا بالبحث أولاً في كندا عن عمال لكنهم لم يجدوا أي شخص لقيم بذلك العمل بعد ذلك قاموا بتوظيف كأند قالوا هنا إن كنت مقيماً دائماً في كندا فليس هناك أي رسم أو أي مبلغ يجب أن تدفعه إن كنت أن تدفع أخص الذي دفع أبليكيشن تسكن في كندا كمقيم دائم فراجاب آخر يعني صالح فراجاب آخر لكي يكون عرض العمل صالح في إكسبرس إدري وللحصول على النقاط المشغلون سيحتاجون لتقييم كما قلنا هو سيحتاجون لتقييم تأثير سوق العمل من وزارة التشغيل من وزارة التشغيل من وزارة التشغيل تضمن أن المشغلين قاموا بجهد To hire Canadians قاموا بجهد لتشغيل الكنديين To hire لتشغيل الكنديين And permanent residents والمقيمين الدائمين For available jobs للوظائف المتاحة For available jobs There will be no LMIA fee for permanent resident applications ليس هناك أي رسم لطلبات المقيمين الدائمين Fee هو رسم أو مبلغ يدفع لقاء خدمة Note ملاحظة Entry into the express entry pool does not guarantee A candidate will be issued an invitation to apply for permanent residence Invited candidates still have to meet eligibility and admissibility requirements Under Canada's immigration law Immigration and Refugee Protection Act يعني تقول لك هذه الملاحظة بأن ملأك المعلومات الخاصة بـ express entry لا يضمن لك لا يضمن أنه سيتم دعوتك لتقديم طلب للإقامة الدائمة في كندا أما المرشحين الذين تمت دعوتهم Invited candidates فما زال يتوجب عليهم أن يستوفوا بشروط التي تؤهلهم للدخول إلى كندا Entry into the express entry pool الدخول إلى مجموعة express entry Does not guarantee Does not guarantee لا يخول أو لا يضمن للمرشح Does not guarantee a candidate Does not guarantee a candidate لا يضمن أن المرشح Will be issued سيتم إرسال له أو ستصدر له an invitation to apply دعوة لدفع الطلب دعوة لتقديم طلب Will be issued an invitation to apply Will be issued an invitation to apply سوف يصدر له دعوة لطلب for permanent residence للإقامة الدائمة Invited candidates المرشحين الذين تمت دعوتهم Still have to meet eligibility and admissibility requirements Still have to meet eligibility and admissibility requirements ما زال يتوجب عليهم أن يوفوا بمتطلبات requirements متطلبات الأهلية والقبول eligibility 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 الأهلية أو الجذارة admissibility القبول admissibility يعني إذا تمت دعوتك لتقديم طلب الإقامة الدائمة فما زال عليك أن تتوفي بالشروط الأهلية والجذارة للدخول إلى كندا Under Canada's Immigration Law بمقتدى قانون الهجرة الكندي Under هنا تعني حرفيا تحت لكن تعني بمقتدى Under بمقتدى Canada's Immigration Law قانون الهجرة لكندا أو قانون الهجرة الكندي Immigration and Refugee Protection Act قانون الهجرة وحماية اللاجئين Act تعني قانون أو مرسوم قانوني Act Act الخطوة الثانية للهجرة إلى كندا هي Step 2 The highest ranking candidates in the pool will be invited to apply for permanent residence المرشحين الأعلى رتبة في البجموعة سيتم دعوتهم لتقديم طلب الإقامة الدائمة The highest ranking الأعلى رتبة The highest ranking الأعلى رتبة Candidates المرشحين المرشحين الأعلى رتبة In the pool في المجموعة In the pool في المجموعة Will be invited ستتم دعوتهم Will be invited Will be invited ستتم دعوتهم To apply for permanent residence To apply for permanent residence لتقديم طلب للحصول على permanent residence إقامة دائمة Candidates will be ranked against others in the pool using a point-based system called the comprehensive ranking system المرشحين سيتم ترتيبهم مقابل الآخرين في المجموعة باستخدام نظام قائم على النقاط يسمى بنظام الترتيب الشامل Comprehensive ranking system Comprehensive تعني شامل Comprehensive Ranking ترتيب Ranking Comprehensive ranking system نظام الترتيب الشامل Candidates will be ranked Candidates will be ranked المرشحين سيتم ترتيبهم Be ranked سيكون مرتبين سيتم ترتيبهم Against others مقابل الآخرين Against others Against others مقابل الآخرين In the pool In the pool في المجموعة Using a point-based system باستخدام نظام قائم على النقاط Point-based 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 قائم على النقاط Called the comprehensive ranking system يسمى نظام الترتيب الشامل Points are awarded using the information in their profile Points are awarded ويتم النقاط باستخدام المعلومات الموجودة في ملفهم الشخصي Using the information باستخدام المعلومات Using the information باستخدام المعلومات In their profile In their profile في ملفهم الشخصي Profile يعني ملف شخصي أو بيانات شخصية ملف البيانات الشخصية Awarded يعني أعطيت Points are awarded النقاط تُعْطَ أو تُعْطَ Are awarded يعني تُعْطَ Are awarded تُعْطَ أو تُمْنَح Using the information in their profile يعني باستخدام المعلومات في ملفهم الشخصي Candidates with the highest scores In the pool Will be issued an invitation to apply المرشحين الذين يمتلكون أعلى نقاط Highest scores Highest scores أعلى النقاط In the pool Will be issued an invitation to apply Will be issued يعني ستُصدروا لهم Invitation to apply An invitation to apply دعوة لتقديم الطلب Candidates will be awarded points for المرشحين ستمنحوا لهم النقاط ل Candidates will be awarded المرشحين سيمنحون Will be awarded سيمنحون Points for نقاط ل A job offer يعني عرض عمل and or و A nomination from a province or territory A nomination from a province or territory ترشيح من محافظة أو إقليم province محافظة territory إقليم and or و skills and experience factors لعوامل المهارات والخبرة factors عوامل skills مهارات experience خبرة skills and experience factors يعني النقاط لا ستحصل عليها بعد تقديم طلبك لأن هذا invitation to apply هذا الطلب والطلب الثاني والأمور التي يعتمدون عليها لكي يختاروك وهي النقاط التي تعطى لك على أساس عرض العمل أو ترشيح ل أحد أقاليم أو محافظة كندا أو المهارات والخبرة التي تمتلكها هذه الأمور هي التي ينظرون إليها كما قلنا هذه في المرحلة الثانية بعد أن يتم اختيارك في express entry a candidate can get additional points for المرشح يمكن له أن يحصل على additional points additional points نقاط إضافية for لي a job offer supported by labor market impact assessment or a nomination by a province or territory يعني عرض عمل مدعوم من طرف تقييم تأثير سوق الشغل labor market impact assessment أو ترشيح من طرف أحد أقاليم أو محافظة كندا النomination ترشيح these additional points will make a candidate rank high enough to be invited to apply at the next eligible round of invitation يعني هذه النقاط سوف تسمح للمرشح ب rank high enough أن يكون مرتبا عاليا أو أن تكون رتبته عالية بشكل كافي will make a candidate rank high enough ستجعل الرتبط المرشح عالية بشكل كافي enough لتتم دعوته للجولة التانية من الدعوات a round of invitation يعني دورة دعوات أو جولة دعوات if someone is invited to apply they will have 60 days to submit an online application for permanent residence يعني إذا تمت دعوة هذا الأشخاص لتقدم الطلب is invited تمت دعوته they will have 60 days ستكون لديه 60 يوما ليقدم طلبا على الانترنت للحصول على إقامة دائمة to submit an online application لتقديم طلب على الانترنت for permanent residence للإقامة دائمة Citizenship and Immigration Canada will process the majority of complete applications meaning those with all the necessary supporting documents in 6 months or less وزارة الهجرة والمواطنة الكندية سوف تعالج أغلب الطلبات الكاملة الكاملة يعني meaning يعني تلك التي تمتلك جميع الوثائق الداعمة الضرورية في 6 أشهر أو أقل in 6 months في 6 أشهر or less أو أقل Citizenship and Immigration Citizenship المواطنة and Immigration والهجرة Canada لكندا will process will process ستعالج the majority أغلبية the majority أغلبية of complete applications أغلبية الطلبات الكاملة complete كاملة applications طلبات meaning يعني complete applications تاني يقصدون بها meaning تاني those with all the necessary supporting documents تلك التي تمتلك جميع الوثائق الداعمة الضرورية necessary 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 ضروري supporting supporting داعم داعم documents وثائق وثائق داعمة ضرورية in 6 months or less candidates can stay in the pool for up to 12 months candidates can stay in the pool for up to 12 months المرشحين قد يبقون ويستطيعون البقاء في المجموعة لمدة تنتصل إلى 12 شهرا for up to for up to for up to لمدة تنتصل for up to لمدة تنتصل for up to 12 months لمدة تنتصل لـ 12 شهرا candidates can stay in the pool المرشحين يستطيعون البقاء في المجموعة لمدة تنتصل إلى 12 شهرا if they do not get an invitation to apply جديد المعايير يمكنهم إعادة الدخول للمجموعة if they still if they still meet the criteria meet the criteria يستطيعون بالشرط they can re-enter the pool re-enter re-enter يعني يعني يعيد الدخول this will prevent backlogs and ensure quick processing times هذا سيمنع تراكم الأعمال أو تراكم العمل وسيضمن وقت سريع للمعالجة backlogs 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 تراكم الأعمال تراكم العمل processing times وقت المعالجة أو مدد المعالجة quick processing times أوقات معالجة سريعة ensure يضمن يعني سيضمن وقت سريع للمعالجة this will prevent backlogs and ensure quick processing times شكرا لكم على المشاهدة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس إن كانت لديكم أي اقتراحات لنسوا كتابتها تحت الفيديو أو مثلا إن لم تكنوا ترغبون في أن أقوم بشرح اللغة الإنجليزية كثيرا في هذه الطروس الخاصة بالهجرة فيمكنني أن أقوم فقط بشرح يعني خطوات الهجرة إلى كندا أو أي دولة أخرى بدون التركيز كثيرا على اللغة الإنجليزية أما إن كنتم ترغبون في أن أبقى على هذا المنوال يعني أقوم بشرح الهجرة إلى الدول المختلفة وتعليم وتعليم الإنجليزية في نفس الوقت سأبقى أقوم بالتورس بهذا الشكل شكرا لكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر